موسيقى أسباب تأخر الدورة الشهرية بعد فترة من يفاس هاد السؤال تطرح لي بزدف التعليقات تطرح لي في الخاص في الصفحة ديال انستغرام ميدوايف افزيج لتحقوا بنا باش بقوا على تواصل دائم مع العائلة الانستغرامية هاد السؤال هذا صراحة هو جد مهم وطرح اني ندوي على هاد الموضوع قبل ما ندوي على موضوع الفضان هاد الموضوع جد مهم السيدات من بعد الولادة مباشرات يتساؤلوا واش هاد يتجيني لعدة الشهرية مع الرضاعة واش تقدر تغيب عليها واش خاصة ناخد حبوب منحهم الاول اذا مجدتني لعدة الشهر كيفاش يمكن ان ندير اللولب هاد الاسئلة كلها ان شاء الله غعمش بكم عليها وخليكم حتى نهاية الحلقة لا تنساوش الاشتراك في القناتي اول مرة تلزور قناتي وكذلك تفعيل الجرس باش فوق ما ننزلش فيديو جديدة نجيكم نوتيفكاسيون وهكذا غادي سهل عليكم البحث والدخول للقناة منتدأم سيرين نسبة للموضوع ديال الغياب الدورة الشهرية عنده عدة اسباب وداهد الولادة جميع السيدات تتساؤلوا على دم الحيد وهنا تتخرب قبسات وتتبرزوا وتتوتروا لانا كان بعض السيدات تتغيب عليهم الدورة الشهرية في باية فترة الرضاعة وكان بعض السيدات تتجيهم العادة الشهرية منذ ما كل وقت بوقته من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلي الدورة الشهرية انها تتغيب لمدة عام او عماين او اكتر اكتر من عماين اكتر من عام وهي الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية تتلعبوا حد دور جد مهم وجد فعال في حياتنا في الولادة كلها مسافة عامة علاش هاد العادة الشهرية تسغيب مع الرضاعة الطبيعية الجواب المباشرة هو ان كين واحد الهرمونات تيفرزها الجسم اثناء الرضاعة الطبيعية وبالتالي هنا تخلي الرحم تتقلص وتيرجع للمكان دياله وتتقلص للرحم تتخلي ان الدم ديال الحيض وتيرجع الرحم للحجم دياله الطبيعي يعني باختصار كلما زادت عدد ديال المراكلي قد نربط فيها الباب ديالي تقدر انه العادة الشهرية ما تبقاش تجيني بتاتا لانها خاصة نربط على الباب ديالي بزاف ديال المرات وباستمرار يعني تميات ديال المرات في النهار وبنقو في كل ساعتين كل ساعتين تكون الرضاعة الطبيعية يعني الرضاعة الطبيعية خاصة نعيشوها بنظام نكونوا منضمينها ونكونوا نتنعيشوها بوحد الحب والفرح ما تكون شاهدنا بالرضاعة الطبيعية بحلي غان يمشي ونجاهده واللي غان ديرو فيها شي حاجة اللي ما زوينهش بالاكس هذه بوحد اللحظة جميلة واحدة حاجة في الحياة ما تصعودها تطلبوا الله كاملين ان شاء الله تلبوا معي الله الله يسهل على كل سيدة محرومة من الضرية الصالحة يا ربي سبب الثاني هو الرضاعة الصناعية يعني السيدات اللي تيرضعوا رضاعة صناعية هادو تقدر ترجع لهم لعادة الشهرية لهم بعدها ثلاثة أشهر لأن الرضاعة الصناعية بوحدها بشبح الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية راح معروفة باللي راح الأم تتربطه يعني بالتالي عندها تواصل مع البابي ديلا غدت نقاطع عليها دم الحين بالنسبة للرضاعة الصناعية هنا الأم تردعش رضاعة طبيعية غدت رضاعة صناعية بوحدها يعني ما عندها تحشي حاجة ما غدت أكثر عليها غدت تبقى تجيها لعادة الشهرية عادي جداً وكاين بعض الأخوات اللي تيرضعوا رضاعة طبيعية مئة في المئة وتجيهم لعادة الشهرية يعني اللي بغيت نقول لكم المعلومة اللي بغيت نوصل لكم كل واحدة ماشي بحل الخرى اما سنرده تقدر تجيني تقدر تقبعينيه في مرة الاخرى كذلك واخرى كذلك يعني ما نربطش الحالة دياني بالحالة ديالسيدة أخرى سؤال مطروح الأكثر أهمية واش نقدر أنني ما نحملش أو نحمل مع غياب العادة الشهرية نعم نعم وبقوة ممكن أن السيدة اللي تتردع رضاعة طبيعية وعندها غياب الدورة الشهرية أنها يكون عندها الحامل أنك تكون خصوظة جسم تيطرح وتيحرر بويضة في غضون ثلاثة أسابيع من بعد غياب الدورة الشهرية يعني أي واحدة ولدت سوى أن تتجيها لعادة أو ما تتجيها لعادة وخاصة لما تتجيهم لعادة الشهرية خاصة يديروا وسيلة منع الحامل يعني نرد بالي مزيان ومالقوش الرضاعة حاميانة وكانت مننا لعش ودلست من هذه التجربة تبغطج معنا في التعليقات لكي الأخوات يتأكدوا ويستهبدوا من المعلومة لكم وحتى أنتم تكونوا دخلتم معي في نشر المعلومة يعني هذه الأسباب كافية لكي تعرفوا الرضاعة الطبيئية تكون سبب قوي غياب الدورة الشهرية سنختم بأسباب أخرى الممكن تؤدي في غياب أو تأخر الدورة الشهرية بعد فترة النفاس وهي مشكلة لها تكييز المبايض تكييز المبايض يقدر يأخر أو يغيب الدورة الشهرية كذلك ارتفاع مستوى هورمون بخولاكتين هورمون الحليب في الجسم هنا المرأة وهو سبب غياب الدورة الشهرية والسبب آخر هو عودة الرحيم إلى حجم الطبيعي تأخذ واحد مدة طويلة وهنا قد تعطينا العادة الشهرية ومنساوش السبب الرئيسي للرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية هذه هم المعلومات الكافية لأنتم بحاجة لهم لا نريد أن نكتر عليكم وكثرة المعلومات وكثرة المصطلحات باش نبقوا ماشين بكل غانات وتفهموني وما نقول لكم مصطلحات اللي هي شي شوية صعبة للفهم وهكذا ان شاء الله تكونوا سفتون نكون جاوبتكم كاملين بدون ستناء على الموضوع غياب أو تأخر الدورة الشهرية بعد فترة النفاس أو نقدرون نسميها باختصار طيران الدورة الشهرية نتمنى أن الموضوع يكون لإعجابكم ونشوفكم ان شاء الله في الموضوع المقبل وما تنسوش لايك لفيديو باش تطلع الاكبر عدد من المسبعات ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة